تزامنا ما احتفالات عيد الأضهى المبارك ونظرا للدور الفعال الذي يلأبه القطاء الصحي داخل المجتمع والهفاظ على صحة الإنسان قام كل من وزير الثروة الحيوانية ووزير الصحة العامة بجولة داخل المدينة حيث وقف الوفد الوزاري بكل من دوار الدقيل ودوار إسنار بهدف تعرفي على اللحوم الغير صالحة للاستهلاك والتي تم إلقاء القبض عليها من قبل الرجال العمن وشرطة البلدية وبهذا الصدد صرها وزير الثروة الحيوانية البروفوسير عبد الراهيم عوض الطيب بأن مثل هذه اللحوم ستؤثر سلبا على صحة الإنسان من جانبه وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الراهيم هو الآخر قال إن اللحوم التي لم يشرف عليها القطاع الصحي لا تكن صالحة وهي تضر بصحة الإنسان ولن نسمح للمواطنين باستهلاكها بصفتنا المسؤولين من هذا الجانب علما بأن هذه اللحوم تتكون من مئات الرؤوس المختلفة للإبل والبقر والضاء والتي تم زبهها بمناسبة إيد الأطهى المبارك من قبل الجمئيات الخيرية والإنسانية